لن ينسى العالم هذا اليوم الذي ما زالت غمامته السوداء مخيمة على الشرق الأوسط منذ 17 عاما إنه الحادي 10 من أيلول عام 2001 فتحة المآسي وبوابة الجحيم الدخان المتصاعد من برجية تجارة العالمية في نيويورك ومبنى البنتاجون صورة ممثلة لمنطقة مختنقة بالدخان فيما بعد وطائرات التي اصطدمت بها كانت بداية لآلاف الطائرات التي غزت مدنا بأكملها والقتل الثلاثة آلاف الذين سقطوا ذلك أنذروا بسقوط الملايين فأصبح الحادي 10 من أيلول بداية تأريخ حروب ارتبطت بوجه لن ينساه ضحايا أفغانستان والعراق تلقى جورج بوش النبأ وعلى عجالة عقد اجتماعا مصغرا بمساعديها فجاء القرار سريعا من البيت الأبيض بشن هجوم على أفغانستان وأخذت الولايات المتحدة لنفسها وكالة الحروب ضد الإرهاب باسم العالم بكلها احتلت أفغانستان وطوردت القاعدة في جبالها وبنيت قواعد أمريكية جديدة تربط المنطقة بشبكات استخباراتية وعسكرية تجعلها المتحكم الأول ببوابات الغرب الأسيوية عين جورج بوش المسلطة على أفغانستان صوبت النظر شرق البلد المنكوب قليلا فلم تكن كابل هي النهاية بغداد كانت الهدف المقبل وفي أقل من عامين فتحت ذريعة الحرب على القاعدة شهية الإدارة الأمريكية لخوض حروب أخرى ميدانها العراق وهو ما كان مخططا له منذ بداية أحداث الحادي عشر من أيلول حيث نشر مركز محفوظات الأمن القومي الأمريكي وثائق تكشف عن نية الإدارة الأمريكية غزو العراق منذ عام 2001 وأشارت الوثائق إلى أن وزير الدفاع الأمريكي في عهد جورج بوش دونالد رامسفيلد طلب من محام في البنتاغون الحصول على حجج تظهر علاقة مفترضة بين العراق وتنظيم القاعدة تم لإدارة بوش ما أرادت ووقع العراق ضحية غزو ما زال أهله يستذكرون يومه الأسود الذي حفر في ذاكرتهم يستذكر الأمريكيون مأساة يوم صار من الماضي لكن العراقيين لم ولن ينسوا هذا اليوم ليستذكروها حيث تظهر ظلاله السوداء كل يوم في ميدان السياسة والاقتصاد والصحة والتعليم والخدمات في العراق الجديد